مشكلة البنكرياس أعراضه بنسميها دايماً فيج يعني ما لهاش عراض محدد أبرام البنكرياس، البنكرياس عمر ما لحدش يارف عنه حاجة تشخيصه إن إحنا نقول ينفعله عملية فعلاً اتطورت جداً جداً مش هيدي أعراض غير ما يوصل لحاجم نبير قوي وبالتالي في الغالب بيتشخص متأخر قوي عشان تستقصر المنطقة صعبة شوية والعملية تبان إنها تخوف شوية لكن نسبة نجاحها دلوقتي تتعدى 95% الدكتور محمد فتحي عبدالغفار أستاذ جراحة وزراعة الكبد كلية طب جامعة عين شمس استشاري جراحات الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس عميد المعهد القومي للكبد سابقاً زميل جامعة آسن بألمانيا لجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية أهلاً بكم الحقيقة النهاردة هنتكلم في الموضوع الشديد الأهمية ولازم نتنبه إلى إنه زراعة الكبد في مصر يعني شيء مهم جداً والجراحة مهمة جداً والتوعية بها مهمة جداً يعني في حوار معايا بابا سعيد جداً لأننا عارف قيمته الجراحية وأيضاً بسعد بالانفراد الإعلامي لأنه مفيش برنامج في العالم العربي وأعتقد ولا في العالم بيتكلم في الموضوع الحين بيتكلم فيها مع ضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة والجراح العالمي القدير أستاذ الدكتور محمد عبدالغفاد ضيف اليوم أهلاً بيك الدكتور محمد أهلاً بيك دكتور محمد إيه فكرة زراعة الكبد من المتبرع؟ هي معتمدة على خاصية في الكبد وهي قصة إن الكبد بيجدد نفسه تاني أنا في الأول كنا بنعمل استقصال الأورام في الكبد فممكن أشير الفص اليمين كله طب أنا شيرت الفص اليمين فص الشمال شغال والعيان كويس بعدها ده معنانا أنا ممكن أخد الفص اليمين دوت وحط المريض تاني ودي كانت فكرة الزراعة إن الكبد بيرجع يجدد نفسه تاني بعد فترة شهر شهر ونص من يوم العملية يبقى حجمه قد حجم الكبد الطبيعي يعني بنعمل له أشعة مقطعية نوزن الكبد ألاقي وزن الكبد بعد شهر نص من العملية زي وزنه قبل العملية دي الخاصية الأولية واللي هي مهمة جداً في الكبد والحمد لله موجودة فيه ومش موجودة في أعضاء التانية الخاصية التانية إن أنا عندي الكبد كأنه جزئين منفصلين عن بعض بس هلزقوا في بعض كل جزء منه ليه الوليد البابي بتاعه وليه الشريان بتاعه وليه القناة المريه بتاعه ده بيخليني أقدر أفصل الجزئين دول ويبقى عندي جزء يمين وجزء شمال لو أنا هزرع لشخص كبير أو وزنه عادي بأخد الفصل اليمين لو أنا بزرع لطفل أهدر أخد الفصل الشمال أو أخد جزء من الفصل الشمال يعني خاصية إن الكبد عبارة عن ثمان فصوص والفصوص دي كل فص فيها ليه الدم بتاعه والوريد بتاعه وقناة المريه بتاعته مكنتنا إن إحنا نقدر فكرة الزراعة من المتبرع الحي إزاي نختار المتبرع؟ عندنا الأول فيه صفات عامة يعني شروط عامة في المتبرع بتبتدي من أول السن والسن القانون المصري بيقول إن يبتدي من أول 18 لو هو من الأولاد غير الأولاد يبقى من أول 21 لغاية 45 أو 50 طبعا فيه دول تانية وفيه حدة تانية بتاخد سننا أكبر من كده لكن إحنا خوفاً على المتبرع أقصى سن من أخده 45-50 مكسموم يعني فدي أول حاجة السن بتاع المتبرع تاني حاجة فصلة الدم الزراعة الكبد مش زي الكلا يعني الكلا بيأخذ لازم التوافق أنسجة وحاجات زي كده معقادة قوي الكابت فصلة الدم فقط وفصلة الدم الإيجابة والسلمة يفروش من بعض يعني أو بوصف يدي لأو نجاتف ما عنديش مشكلة أو يدي لكل فهو الكابت حتى زي كأنه دم آه زي الدم والكابت فيه خاصية غريبة جدا إنه هو ما هواش عضو وبيترفض بسهولة يعني الرفض الكلا من مشاكل كبيرة قوي لكن رفض الكابت مش مشاكل كبيرة قوي اللي أعجب من كده المرضى اللي يزرعوا كابت وكلا اكتشف أنه بيحتاجوا أدوية مصبتها المناعة ليه الكلا أقل من الطبيعي اللي هو كابت أخده لو كلا الوحدة وكأن الكبد بيحمل كلا نفسها كمان فبيحتاج جرع أقل من اللي بياخده بتاع الكلا الوحدة فإحنا عندنا السن بتاع المتبرع عندنا الفصيلة لازم المتبرع دوة يبقى سليم 100% يعني ما عندوش أي أمراض مفيش ضغط مفيش سكر مفيش حسيه على السدر ما عملش عمليات كبيرة في بطنه قبل كده وزنه متناسق مع طوله ما يبقاش تخين لأن السنة فيها خطورة على المتبرع وفي خطورة على المريض نتيجة الكبد اللي ممكن يبقى دهني بعضه دي الصفات العامة كده للمتبرع إذا توفرت الصفات العامة بنتيجة يخش بقى في التحضير بتاع المتبرع إزاي نحضرها؟ التحضير حابب يمشي دايماً مرحلة أولى عبارة مجموعة من التحاليل مرحلة تانية مجموعة تحاليل أخرى مرحلة اللي بعد كده هتبقى أشعات التحاليل ديت كل حاجة ممكن نتخيلها بتعمل المتبرع لأي المتبرع ده شخص سليم وهوش مريض يعني مفعش أقول عليه المريض لأ ده شخص عادي جداً سليم تماماً وبالتالي مش المفروض نيتعرض لأي خطورة نتمنى إن الخطورة تبقى صفر لكن الحقيقة مفيش صفر في الطب مهما انخدنا احتياراتنا عندنا نسبة خطورة لكن عشان كده بنعمل كل حاجة ممكن نعملها من أول وظائف كلا وظائف كابت كل حاجة تعمل بما فيها حاجات حاجة اسمع عامل تجلط كسكيد طويل جداً من عامل التجلط برضو لازم يبقى كله سليم عشان ما يجيلوش جلطة في رجله بعد العملية ما يحصلوش مشاكل لي بعد العملية لو تحاليل كلها بفيروساته بكل الحاجات دي سليمة بيبتدي يعمل مرحلة التانية وهي الأشعاعات الأشعاعات دي بيبقى فايدتها إن أنا عايز أشوف كذا حاجة أولاً أشوف الكابت ده كحجماً كوزناً يصلح للتبرع ومفيش خطورة عن متبرع ولا بمعنى المريض بيحتاج واحد في المية من وزنه كابت ده الرقم التقريبي ممكن أنزل لغاية تمانية من عشر فأنا لازم أوزن الأول أن هاخد فصل يمين لازم أوزن الفصل يمين ده بالأشعاع المقطعية تقولني إن ده وزنه مثلاً ثلاؤمائك جرام أبتدي أشوف ثلاؤمائك جرام دي كافة المريض ولا الحاجة التانية أنا لما هاخد جزء من الكابت أخدت نص الكابت أو أخدت ستين في المية من الكابت أنا لحد الأمام بتاعي خمسة وتلاتين في المية مقدرش أخد أكثر من خمسة وستين في المية أو كنا زمان بناخد لغاية سبعين في المية لكن برضو خوفاً عن المتبرع وحرص الزيادة عن المتبرع لأ أقصى رقم نأخده منه اللي هو يمثل حوالي خمسة وستين في المية يعني لازم يبقى له خمسة وتلاتين فلعشان المقطعية توزن لي برضو الكابت وتقول لي إن فعلاً المريض دوت أو مش المريض المتبرع دوت إما يبقى له خمسة وتلاتين أو أزيت كده بقى إحنا في الأمان الجزء الثاني إن أنا عايز أشوف الجزء اللي هدهوله دوت يسلح للتبرع أصلاً أو لا لأن ممكن يبقى فيه واحد شخص عادي عايش طبيعي لكن عنده مثلاً وليد الباب اليمين اللي هو بيغزي الكابت مقسوم اثنين أو ثلاثة أو إن في القلوات المريحة بتاعته متفرعة كتير قوي أو الشرياء متفرع كتير قوي دي حاجات مش هتأثر عليه طول ما هو عايش عادي لكن يجي نتبرع يبقى عندي مشكلة في التبرع قد لا تمنع لكن بتزود الصعوبة فلازم يعرف الحاجات دي كلها بعد كده باخد عيالة من الكابت من المتبرع عشان برضو تأكد إن الكابت بتاعه ده سليم مية في المية ما فيش ضرر على المتبرع ولا فيه ضرر على المريض فحوصات قلبه وصدره وحاجات زي كده ويمكن من حاجات الغريبة بنعملها فحوصات نفسية لازم يقعد مع دكتور نفسية عشان يطمن من كذا نقطة يطمن إن هو متبرع بقراطه ما فيش ضغوط عليه إنه مش مريض نفسي أصلا الضغوط دي بقى كمان ممكن تبقى حاجة يعني ممكن تبقى الزوجة تتبرع لجزء بس هي عندها ضغط هي مش قادرة تقول له لا هنا بيقى واجب الطبيب النفسي إن يعرف القصة ديت وهو يجد لها سبب طبي إنها ترفض التبرع ابن عايز هو مش عايز يبقى على والده بس هو مقدرش يقول له لا لكن ده لو أنا وفقت على التبرع هيجيله مشاكل نفسية بعد العملية فهينا بيقى دور الطبيب النفسي إن هو يقول لي لا دوت ما ينفعش يبقى وسعي تابع بنجد له السبب الطبي نرفض به الطبرة إيه بقى الفكرة الأساسية في إجراء العملية إحنا صعب نشرحها بالتفصيل كما تحدث لكن إحنا هتقرب للناس الأفكار الأساسية أثناء الإجراء هي ببساطة أنا عايز أخذ الفص اليمين ده بالنسبة لو أنا هزرع لشخص كبير أو الشمال لو أزرع لطفل لكن هنقول للمعظم الكبار بأخذ الفص اليمين أنا عشان أزرع الفص اليمين دوت محتاج إن أنا أخذ الشريان بتاعه الوريد البابي بتاعه القنان المرية بتاعه والوريد اللي بيخرج الدم من الكبد الدم داخله الكبد داخله دم وخارج منه دم ف أنا هاخذ الوريد والشريان اللي بيدخلوا الدم وأخذ الوريد اللي بيخرج الدم وأخذ القنان المرية بقص دول كلهم الأول أبطيدي أحرك الفص اليمين دوت وبنعمل مواجات صوتية أت sparks بالمواجات الصوتية الأوريرة اللي دخلها جوه الكبد أعلم عليها وابتدي بالأجهزة بتاعتنا أن أنا أقطع في الكبد نفسه بحيث أخذ الفص يمين من غير معور أي وريد أو شريان من ناحية الشمال اللي إحنا هنزل خلص قطعت بقى كده كل الكبد دوت أو نص اللي أنا اتقسم الكبد عندي نصين وبتدي في آخر مرحلة قبل ما شيل بتأكد زي ما قلنا الزراعة هنمشي قطين في وقت واحد فأنا قبل ما شيل بتأكد من قوضة تانية المريض جاهز وشاله الكبد القديم بحيث أنه جاهز يستقبل النص اللي أنا هدهون إذا كان جاهز خلص بنروح ساعة أقصين واخديني التلج ده في حاجة جهاز كده بحيث أنه نخسر التلج من الكبد من الدم اللي جواه بمحالين معينة عشان ما حصلش جلالات جواه ناخده ونروح حاطينه في القوضة التانية نبتدي نوصل حاجات اللي إحنا قصناها دا اللي هو هبتدي الأول بالوريد اللي بيخرج الدم ثم الوريد بيدخر الدم ثم الشريان ثم القناة المريه بتبقى آخر حاجة في التوصيل هل في خطر بشكل أو بآخر على المتبرع؟ حيال خطورة على المتبرع نحن دا بيبن نقسمها إلى جزئين خطورة قبرى اللي قد تؤدي الوفاة طبعا لا نتمنى أن تحصل ولكن هي موجودة نسبتها قد إيه؟ واحد إلى اثنين من مية في المية يعني واحد في الألف واحد إلى اثنين في الألف رقم قليل لكن موجود لازم نبقى عارفين نتمنى بيبقاش موجود لكن موجود في كل العالم يعني كل ألف متبرع ممكن يحصل ممكن يحصل وفاة ودي حصلت في أمريكا وحصلت في أوروبا وحصلت في كل الأماكن وحصلت في مصر لكن هي رقم قليل لو سألنا مثلا لو واحد داخل يعمل زايدة احتمالات الوفاة من الزايدة هتبقى أعلى من كده شوية لأنه ما بعينش الفحوصات اللي حاب نعملها للمتبرع لكن دي المشاكل اللي يلقون أو المشاكل الكبرى اللي قد تؤدي الوفاة في مشاكل أقل زي يحصل نزيف بعد العملية والنزيف ده ممكن يقف لوحده أو احنا نخش نوقفه حاجة اسمها تصرف السائل مراري وده برضه ممكن يروح لوحده أو الأشعة يشفطهولي يعني مشاكل لها حلول عندنا نسبة حدوثها من 5 إلى 10% يعني من 90 إلى 95% بتحصلش إذا ما حصلش حاجة من الحاجات دي على المدى الطويل مفيش تأثير سلبي للتبرع إحنا عندنا عينين مبارعين من 2001 يعني بقى أن الوقت 18 سنة بيمرسوا حياتهم بصورة طبيعية جدا السؤال الغلس بقى المضاعفات بعد العملية إيه؟ للنسبة للمتلقى للمريد نفسه المريد نفسه المريد هنقول نسبة نجاح العملية حوالي 90% هل ممكن يحصل لي مشاكل أخرى بعد العملية؟ فيه عندنا مثلا ممكن يحصل ديء في القنوات المررية ودي أكتر حاجة بتحصل في المتبرع الحي وحيان نسبتها العالمية حوالي 25% عملنا تغيير في التكنيك شوية بتاع العملية قدرنا ننزل من 25% لـ 15% إيه؟ إيه التعديل؟ التعديل في طريق قص القنوات المررية نفسها ودي حاجة عملتها يعني كجزئين مراحتين في المتبرع فيه تغييرات عملتها وفي المريد فيه تغييرات عملنا في المتبرع إنه كنا الأول إحنا مدرسة فرنساوية فكانت مدرسة فرنسية إنه إحنا نقص القنوات المررية في أول عملية وعشان أقصها لازم أسلكها سلكتها قطعت الدم اللي بيغزيها فده يزيود مشاكل تقنوات المررية فدلوقتي لأ إحنا بنقطع الكبد بالكامل وأنا سيبق قنوات المررية زي ما هي وفي آخر عملية خالص آخر خطوة أقصد القنوات المررية بكل الدم اللي هو بيغزيها أو الأولي اللي بيغزيها وبالتالي بنحافظ على الدم اللي رايح لقنوات المررية ودي أكتر حاجة بتفرق في التصرف السائل المريض ونفس القصة بنعملها في المريض المريض برضو كنا الأول بنقص القنوات المررية في الأول بدري لأ نحن نحافظ على كل أوردة والشارين اللي بيغزي قنوات المررية لغاية آخر خطوة في العملية وقصها كلها على بعضها بحيث تبقى قنوات المررية بدلا ما هي لوحدها لأ ده هي بكل الدم اللي حواليها أو الأوردة اللي بيغزيها لزق فيها وبيغزيها الحكاية دي فرقت معنا جدا جدا في نتائج التصرف السائل المراري وفي دي القنوات المررية إيه المعوقات اللي انت عددتك شايفها دلوقتي الغاية دلوقتي موجودة في مصر في زراعة الكبد المتبرع المتبرع يعني لازم نوصل إلى قانون الزراعة من المتوفي اللي إحنا بنعمله دوت أنا دايما بقولهم إحنا بنلعب بالنار ليه لإن أنا عندي متبرع برضو آه نسبة خطورة قليلة بس فيه تاني حاجة عندي مريض المريض ده لو أنا زرعتله وحصل له مشكلة شريان أساسي تسد في أي دولة في العالم بيتحط حاجة اسمها توب إرجنت ده حالة طارقة في خلال 24-48 ساعة ماكسلم يجي له كاب التاني لكن أنا بالنسبة لي هنا لو زرعتنا وحصل هذه المشكلة صعب جدا إن أنا أحضر متبرع تاني تاني في 24 ساعة أو 48 ساعة وبالتالي هو العين ليه فرصة واحدة عشان كده ساعات في عينين بنرفض المتبرع والعينين يبقوا متضايقين مني قوي أقول له بص دايماً الزراع ده زي الكرة كده زي ضربة الجزاء هي في الجون يا بره بره معنى إنه مات ما فيهاش إعادة فبالتالي معلش ممكن أقول لك ده مش هينفع وتجيبه وتتعب معايا في واحد واثنين وتلاتة بس عشان نضمن إن أنا بديك أفضل فرصة لإنه ملهاش إعادة مرة تانية بحقيقة أولاً أنا عايزة أشكر حضرتك على يعني على المجود الكبير أنت واحد من الرواد جراحة زراعة الكبد في مصر والفريق لحضرتك أكيد يعني يعني جزء مهم جداً منه ده اللي دخل زراعة الكبد في مصر فأنا بشكرك كثيراً وطبعاً تحياتي لفريق كله بكل أسمية العظيمة يعني الله يخلي حضرتك نورتنا أنستنا طيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة لأسيد دكتور محمد عبدالفار في واحدة من أهم حلقتنا على الإطلاق وفي النهاية أن ده الهم جداً أرجوكم أرجوكم لازم نشوف حلول لأخذ من متوفي لازم وبسرعة ده حل مهم جداً 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 وهيفري كثير قوي قوي في حياة كثير من الناس إن العلم حياة خليكوا دايماً معنا سحب